انعقد يوم أمس الأربعاء الاجتماع الثاني المرئي الافتراضي للجولة الثانية من ملتق الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد أن تأجلت الجلسة الماضية التي انعقدت الاثنين الماضي بغية السماح للمشاركين بدراسة الخيارات المطروحة للتوافق على آلية اختيار مرشحي المجلس الرياسي ورئيس الوزراء وفق ما قالت البعثة ولكن رغم هذا التأجيل لا يبدو أن المجتمعين قد اتفقوا على آلية الاختيار كما يبدو أن هناك تحفظات على المشاركين في الحوار على وسائل التصويت الرقمي التي تقترح البعثة الاختيار من خلالها البعثة الأممية أرجعت جلسات الحوار للأسبوع المقبل وذلك بعد أن تحدثت وفق قولها مع المشاركين في باقي المسارات العسكري والاقتصادي إضافة لمسارات البلديات والشباب وقالت إنها تتعاهد بتقديم حل عملي بخصوص آلية الاختيار يضمن الشفافية والسرية من أجل الوصول لاختيار سلطة تنفيذية جديدة بحسب قولها في هذه الأثناء يستمر أعضاء من مجلس النواب الليبي في عقد اجتماعاتهم التشاورية في مدينة طنجة المغربية بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب المغربي لمختلف أعضاء مجلس النواب الليبي للاجتماع في المغرب للتشاور بهدف الوصول لالتئام المجلس الذي تعطلت جلساته بسبب الانقسام بين أعضائه وعدم القدرة على توفر النصاب وبعد استجابة أكثر من 110 أعضاء فإن المجتمعين اتفقوا على عقد جلسة كاملة النصاب داخل ليبيا ويتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل في مدينة غدامس كما اتفقوا على تشكيل أربع لجان لجنة للتحضير والإعداد وأخرى لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس ولجنة للسياغة تفاهمات ملتقى المغرب إلى جانب لجنة إعداد للمرحلة القادمة ورغم ما أعرب عنه سابقا كثير من المشاركين في اجتماعات طنجة من أعضاء مجلس النواب من استياء وتحفظ تجاه إدارة البعثة الأممية لملتقى الحوار السياسي في تونس وتجاهلها لمجلس النواب الليبي إلا أن البعثة أعربت عن دعمها لالتئام مجلس النواب في طنجة وصفة إياه بالأمر المشجع فهل يخدم التئام مجلس النواب فعلا مسارات البعثة الأممية وأهدافها؟ أم أن التئامه ربما يسد الفراغ الذي تحاول البعثة أن تملأه ويقطع الطريق عليها دون ما تسعى إليه؟ وما مستقبل المسارات المتعددة التي أنشأتها البعثة للتحكم في المشهد الليبي؟ أم أن البعثة ومسارتها باقية؟ اشتركوا في القناة